هل الرئيس بعد اللقاء ندم على مقال وهل المحيطين فيه قالوا شي بعد اللقاء تعرف لي ما سألته لأنه ممكن يكون بلحظة ما ندم وما منعرف بعدين كيف هل ندم ولا لا تفضل قطينا الإجابة هل ندم ولا لا برأيك هل ندم ولا لا شو لمست حضرتك أنا برأيي الرئيس أعتبر أنه حكي بصراحة تامة وقال ما يفكر به لأنه رجعنا حكينا بعدين وأنه رح قللك سر جبران باسيل بتصور ورفيء الأستاذ رفيء كمان أشاروا للنقطة التي أشار إليها الناس وبعدين رجعوا تذكروا أنه شو حكي بعده أنه هو قال أنه يطلعوا من البلد أو يفلوا شو قال يهاجروا وإذا مش متحمليني أنا كمان بفل مظبوط شوفوا تاريخي وانا بفل صار في نقاش بيننا كلنا نحن وقفين وكان الأستاذ نقولها موجود أنه هل نقالت غلط ولا نقالت طلعت ولا كذا بتصور كمان كان عندهم هاي نفس الملاحظة اللي صارت عند الناس نعم شكرا شو كان شو كان الرد لما سؤلته الرئيس شو كان الرد لما سؤلته شوف الرئيس قال صراحة صراحة قال أنا سامي أنت بتعرفني أنا حكيت اللي بفكر فيه تماما أنا مع مطالب الناس بس حاجة يحملوني للوحدة المسئلية المسئولية ما حدا بيقبل أنه يتحمل وحده في مجموعة في مجموعة بالبلد لازم تحمل مسئوليتها بشكل عام هك